خلاص احنا دخلنا لأسف الأسبوع الرابع للعدوان الإسرائيلي والجرائم اللي بترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة تواصل مستمر لأعمال القصف الجوي والبري والبحري أيضا وحصار غير إنساني وانتهاك لكل القوانين الدولية بالمناسبة امبارح كان فيه مؤتمر مهم جدا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وتكلم عن الجرائم التي يشاهدها من خلال الفيديوهات وبيقول إن في بعض الأوقات ما بقدرش أكمل هذا الفيديو من قساوة المشاهد اللي موجودة فيه فهو قال بكل تأكيد إن ده لن يمر مرور الكرام وهيكون فيه تحقيق من قبل المحكمة هيكونوا موجودين داخل قطاع غزة يسألوا أهلنا في قطاع غزة إيه اللي تم بالزبط عشان يتم بالفعل إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية ودي حاجة مهمة جدا تخيلوا الوضع يكون عامل إزاي مفيش مية مفيش كهربة مفيش أكل حتى المستشفيات كلنا طبعا بنشوف أعمال قصف اللي بتتم في محيط مستشفى القدس واللي تأثر المستشفى بشكل كبير جدا سواء المرضى اللي موجودين فيه المستشفى أو حتى المستشفى بجزء منه كمان للإيواء يعني فيه ناس نتيجة قصف بيوتها فرحوا قعدوا في محيط المستشفى باعتبار إنه مكان آمن وقبل كده شفنا قصف مستشفى الأهلي المعمداني جريمة حرب مكتملة الأركان إبادة جماعية بترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غز للأسف مع كل الجرائم دي قوات الاحتلال مصر على إنها تعرقل وتبطأ عملية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غز يعني الدولة المصرية بتوفر كل الإمكانيات وخصصها مطار العريش عشان تستقبل المساعدات اللي بترسلها الدول التحالف الوطني للعمل أهلي التنموي بيقدم كل اللي يقدر يقدمهم مساعدات سواء كانت إغتية أو صحية أو علاجية أو غزائية بتعاون طبعا مع الهلال الأحمر المصري اللي موجود عند معبر رفح في العريش لتسهيل نقل وعبور الشاحنات عبر منفذ رفح المفتوح من الجانب المصري بشكل دائم وهنا بنأكد مرة تانية وتالتة معبر رفح مفتوح من الجانب المصري بشكل دائم مصر ما أفلتش المعبر مهائيا قوات الاحتلال هي بس الحطة عرقيل وهي العمالة تحط إجراءات تعطر بها دخول المساعدات بالكميات المطلوبة اللي بيحتاجها المدنيين أهلنا في قطاع غزة مبارح بيان وزارة الخارجية أكد على ده بشكل واضح جدا وصريح وقال إن مصر لم ولن تتدخر جهدا من أجل سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإن إجراءات الجانب الإسرائيلي هي اللي بتعرقل انفاذ هذه المساعدات ووصولها إلى الداخل الفلسطيني المعبر مفتوح يا جماعة عشان الناس اللي بتقول إن مصر أغلاقت معبر رفح من اليوم الأول والمعبر مفتوح لكن بتشوف قصف على الجانب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال وهو ده اللي بيعرقل دخول المساعدات بالإضافة إلى إجراءات التفتيش المعقدة من قبل قوات الاحتلال البيان وضح إن عملية نقل المساعدات إلى القطاع بتواجه مشكلات لوجستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي واللي بيتشدد في إجراءات التفتيش وفي رفض دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية والدعاءات أمنية مختلفة البيان طالب الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن تلك الإجراءات التي تعيق دخول المساعدات حتى يتسنى إدخال هذه المساعدات بالسرعة المطلوبة لاستفاء الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان القطاع عايزة أرجع تاني لموضوع المساعدات وأقول إن موضوع المساعدات ده من كتر أهميته كان محور رئيسي في الاتصال اللي تلقى سيادة الرئيس مبارح من الرئيس الأمريكي جو بايدن اللي أكد فيه سيادة الرئيس السيسي على موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية عشان تعزز الجهود المكتفة اللي بتقوم بها مصر عشان توصل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالينا في غزة الاتصال ده تم وفي خلاله تم التوافق على أهمية تكثيف الجهود عشان تزود دخول المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام وبكميات تلبي فعلا احتياجات الإنسانية لأهالي القطاع اللي بيتعرضوا لمعاناة كبيرة جدا احنا موجودين معاكم مستمرين في متابعة تطورات الأحداث في غزة مرة تانية بنصبح على حضرتكم صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة